مشاهدين قناة الشباقع تيفي مرحبا بكم اليوم خرجنا نسول الشارع المغربي على غلاء الأسعار واش قدروا يتعايشوا معاه ولا تضروه خليكم معنا باش تعرفوا اكتر هاتشي مشي معقول كتير هالمواطنين الناس ما في حالهم مش ناس كتتوفى ناس مخداماش كل عنده خمسة الوليدات ستة الوليدات كاري مخدامش مني غادي جيهد باش غاديخي هاتشيت الاسعار الوليد كيموتوا بالجوع يقلبوا على الديور شنو الناس كيترفيهم الناس ما في حالهم مش واقولي فين وصل الضرار مش يوش دريتي لان الضرار غادي وكيف ما كان قولوك انتاشر وكيزيد لانه نهار على نهار موقتيش كتعرف انا حاجة تزادت انا حاجة فين وصلها تزيادة لانه تزادوا تزادوا الكل غي سابدوا منا هم وما تزادواش للصالير يعني منك الناس كتقرصها في الصالير وما زيدش منو وانت كتزيد لها في الاسعار مواد الغدائية والمحروقات رأى المحروقات رأي اللي وصلت للمواد الغدائية كيف ما كان قولوه تزادوا الخضراء واي حاجة لان هذا اللي كيزز لعاو اللي كيوصل مني غاديمشي يدير ليسانس ولا المازوت قد يلقاه غالي غيزيد عليك لانه هاد شي حاجة كتوصل لحاجة وكيف ما كان قولوه لسرع ما بالمواطنين بناتهم كل شي كي يكون في بعضياتهم راه هادية اخطر مرحلة لانه ولا كل شي كي يكون بعضياتهم لانه وليش يفو احد سوق دير لحتيكار وش فينا دك شيف قنيطرا يعني غاديو كين تاشر يعني ما عرفناش فين غاديو ما هي كيف ما كان قولوه شي حاجة اكتر من السيباء شي حاجة اكتر يعني هدي الكوارج جدير بالصح اركاتش بداء غير هكا هي بالنسبة الاسعار اسعار مفريطة هيك بالنسبة الدولة خاص الدعم دعم الاسعار لانه الاسعار اللي تزادوا فيها يدد روج الزيت سميدة دقيق جميع ما يكون وحتى بحبواج دي ما عنده معلقة باسميته بزادوا فيها بالنسبة الحديد وبزاف المسايد زادوا فيها اقصى درجة والناس مكير بحيوش من كورونا والناس مخدمين شو زيد وزيد 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 ليك تكون العصائي ايد الفقيرة هيك تكون العصافة المسايد هذا وكان الناس اللي بعثهم هم ممسوقين ش هاد الشي وحنا عندنا في المغرب اي حاجة تجد ضرر انسان اي كتجي فدريوش لما الكبار ما حسنش بهذا الشي ما حسن بنهائيا نهائيا المعلوم الحمد لله انا الحمد لله وشكر الله مستورة واني كنشوف العائلات ديولي لها اي لاز كتشوف يدك شو كيتعذب الناس لا مخرجتش ما خرج ما عندي ماندي ربع لا كنتاخبش كنتاخبش ما على شغل انتاخب يشوف بحل الاعتبار شوف بحل الدرويش قلي يمشوا يطلعوا الديور وشوفوا الناس شعندهم يشوفوا الناس اللي كيقرروا ولاده ما شنو عندهم الشبب كداه الناس كداه الناس جيانة كلي ما عندوش اللي يدخل علي تخبروا كالناس ما في حالهم مش كالي في حالهم ممتوقنش لهذا الشي هدوك عندهم كالي ولاده كيدلو بلغدا هاد العائلة شاهدتو مانايا الناس ما عندو مش وليدتو كي يضيعو هادش ما يبغيش الله والله ينصر سيدنا سيدنا الله ينصره وهادوك الله يهديهم ازمة قناها ازمة اخلاق ازمة بعد عن الله عز وجل ازمة حتيكار ازمة السغلال للناس الضعاف لانك تسغل الدرويش لانك بحالك بحاله مواطن بحالك بحاله هاد يديرو لك عتيبار اما باش شخص انا معا تقاطع تخلي سلع عندهم سلعتكم ها هي ما غنموتوش بشجوع الى الى درناه واحد البريود حتى يرجع كل شي مقاد لانه ما غير يديروكش باعي لعتيبار ما غير ياخدوكش باعي لعتيبار الى الى بقيت غير كاتتخرج وتهز ورقة وتكتب فيار تشير ولك في مكان قولوه الديموضة هاد سيدنا تجرح مبقاش الديموضة هاد سيدنا تجرح واحد الاسطوانة مشروخة يعني ما بقاتش واكلة ما شاركش معمري غادي نشارك في انتخابات لانه منسخة كربونية على بعضهم كيتش بدلو بحالشي مو سلسل مكسيكي كيتش بدلو غير الممتيلين هو المعنى واحد وكيف ما كان قولو القصة واحدة اه نفس المعانات نفس اه نفس الناس كت اه ناس كتبتدل هو نفس كيف ما كان قولو مخزة نفس الناس كتبتدل غير القانب دياله والنفوذ دياله اما المواطن كيبقى في بلاس خارجت نهر الحد وقفت بحال الناس بحال كي ايها الناس وهذا الشي اللي كان عبره عليها ماشي 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 في صالح البلاد ماشي اول حاجة كورونا ثانية جفاف شتى الناس ما اخدامش يعني بوحدة على وحدة هي نورمان ما كينا الازمة في العالم اشغال فهم غير بوحده ولكن هالناس هادو يدعمو ماشي يزيدو زيتو كانت بمثين واربعين تاولات بربعمية لسانت كان بواحد تاولات بواحد لاقدر الناس اللي ما عنداش في الناس لكن ما اخدامش من كورونا قدس كتن سنة سبعة شهر ياللي كالاتم شهور ومخدمين شو فقدوا الوظاف ديالهم يجب ان يشوفون من هاد الناس هادو اللي فقدوا الوظاف ديالهم وبسخداروا لدعم الموضة لديها دعمها هي حكومة خدمها ماشي ماخدامش ولكن جدا تلقات مع هادو الأزمة ومشاكيين مع هادو مازيه ومازيه ومازيه ومن سمتهمها وكنت تتسحبوا اللي حكومة لي زيتها ولل حكومة ما كدرتها حتى كنت مجموع هذا هو الشيء شاركت في الانتخابات شاركت فيها أيها الناس أنا كم مواطن أريد أن نشارك في أي حاجة سراء أو الضراء حتى إذا قالوا لا تجاهد نمشي كم مواطن أريد أن تجاهد نمشي في الحرب وفائف سيلما في أي حاجة نحن من الساعدين ولكن نحن أريد أن شعب يقدروا شوية زيادة 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 شاركت في الانتخابات لا 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 ندم لأنها لأنها في الانتخابات جديدة كين 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 لأنني أقول أنك ذبراح نمح وكما لا أخذ داما لا أخذ داما أتلقى مع الأزمات ها كورونا ها الأزمات في العالم وزيد 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 لا أكون في عوان ولكن يجب أن يدعمه فأقليا سورت أدريتها يا أيها الناس بسيف يلا تقدم معه يلا 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 لك يربح 1500 مهدر ما يحصل لك تسلق السريكة لديها 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 كين 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 لديها أزمة كبيرة من ناحية الأغلى بدون موافقة للشعب والإنسان يأتي ويزيد يوم على يوم يوم على يوم يعني ما كيفكرش في المساكين يعني بزاف هذا شيء بزاف علينا وفي نفس الوقت يعني كتعرفي بأن هذا لا خدمة الإنسان ما خدامش أعمد تاني بأن هذه المشكلة الكورونا زيد عليها المشكلة هدية الإنسان يعني مضرور وكما كان قلت يعني كملتها وجملتها وهذا الشي رادي الله سبحانه وتعالى وهي أن الشتاء مصبات يعني هذه الجفاف يعني فين غادي نباتش يعني الإنسان خاصة تكون وحد شكوية الرحمة يعني خاصة نتحننا الرحمة ببضياتنا ومشي غيرتها اليوم كتصبح زيت كتصبح الزيت ولا بتامن يعني الخضراوات هيولت بتامن صحسنين ها واحد هذا الشي را مشي راى المغاربة جاءة أالذي الناس اللي خرجوا هكواك خرجنا مشي مخرجاش ولكن هذا الشي واش تزيد هكواك يعني ما كيش الإنسان نقوله إحنا مثلا بريدي زيت يعني راقين قوان إنديا لا بريدي زيت في الخضراء ولا بريدي زيت ولا بريدي زيت في ألصان الموظفين. يعني هذو كل اسمية والأجارة سوما رأى عندهم حق. وش انتها غتزيد لغير الفسلاء وهدوك هدوك هدوك صافي موتو. يعني هادوك الناس ما عندهمش الحق. يعني هادوك صافي طبقة كادي حق. انتخابات لا. ما كذبش. الانتخابات ما شاركش. وكانوا الناس كيتمنوا بان هاد سي اخنوش زا ما غادي يكون ارأوف بهذه الناس. وربما هاد الشغير قدروا تمثيل باش يوصل للمنصيب اللي يبغاق. ومن يوصل ليه. ارأى وادر في عباد الله ما بغاق. وكيف قال لهم في ذلك الخطاب اللي كان قال. انا اغرب بكم. وفعلا ارأى هربانك. مشاهدينا رجعنا لكم مرة اخرى. كانت هذه ارتسامات دي المواطنين بالشارع البيضوي. كيف جدتكم الاراء ديالهم. خلووا لنا رأيكم في التعليق. شكرا. اشترك الان في قناة اشواق عتيفين. وفعل الجرس ليصلك كل جديد. وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق عتيفين شريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.